النتائج باعتبار انه نتائج تتغير كل مرة والمقابلات قاعدين يتلعبوا في اللحظات هذه نعطيكم بسرعة نتائج الزوز مجموعات في الجولة 13 من المرحلة الاولى انتصارة وتقدم الملعب اللاتونسي على نادي البنزارتي 2 مقابل 1 في 80 دقيقة 81 دقيقة ترجي متقدم في ملعب نجيب الخطاب بتطوين على اتحاد تطوين 2 مقابل 1 اما الحمام سوسا يفتتح انتيجة ويصبح متقدم على النادي الاسفقسي و77 دقيقة في مباراة هلال الشاب المزال متعادل اسفر اسفر امام النجم الساحل هذا بالنسبة للمجموعة الاولى في المجموعة الثانية نادي الافريقي 76 دقيقة مازال متعادل اسفر اسفر امام مستقبل الرجيش اتحاد بن جردان متقدم على الاتحاد المنسيري في ملعب بن جنات بالذات هدف مقابل سفر اسفر اسفر بين مستقبل اسليمين اولمبيك سيدي بوزيد في توقيت 82 دقيقة لعب و79 دقيقة في الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي متقدم على الولمبي البيجي هدف مقابل سفر مع اقتراب نايل المنعرجة الاخير من المرحلة الاولى شكري كيف كيف سيري ذا يبدو لي كل نقطة بحسابها توا كثرة الحسابات خليني نذكر بنظام البطولة الحالي خاصة في المرحلة الاولى صاحب المرتبة الاخيرة من كل مجموعة ينزل مباشرة للرابطة المحترفة الثانية في الحقيقة الوضعية في اعلى الترتيب وفي الصدارة تقريبا بنسبة كبيرة تعرفنا على الفرق اللي بش تلعب مرحلة البليوف بقى الفريق اللي بش يلعب مرحلة البلياوت الفرق بش تلعب البلياوت والفريق اللي بش ينزل مباشرة يظهر لي ثمة منافسة وصيراعة كبير سي شكري في اسفل الترتيب بالنسبة للزوز مجموعات الى حدود الجولة قبل الاخيرة من المرحلة الاولى للبطولة سيد هي المقابلات لكل ريهاناتها كبير برش تعرف عليش يعني حتى الفرق اللي مش تترشح المجموع التتويج فما ريهان اسمه نقاط الحوافز متنسيش فما فريق مش يدخل بربع نقاط وفريق مش يدخل بنقطة واحدة يعني بنقطة واحدة كانت الداخل انت بهزيمة في جيرابة متاعك قبل ما تلعب من البداية من البداية وهذا هو توصيرها الخفي خاصة على الصدارة بين الترجر يدي التونسي والنجم يدي السياحلي شكون مشي معناها ياخد الاربع نقاط الحوافز هذي من الناحية من الناحية اخرى حتى في السراع من اجل يعني في مجموعة تفادي النزول مجموعة تفادي النزول يعني زاد نقاط الحوافز الفريق اللي مش يتعدى ثالث من كل مجموعة يعني يعني اللي مش يكون في المرة بس سابعة خاني نكونوا الصيدين لوضحوها شفت اللي اللخبت اللي عاملينها معنا يزمك تكون ممركز في لخب تكبير ابرش يعني ما صارت في حتى بطولة في العالم وحتى دولة ما صارت فيها النوع متعالى هالبطولة هذي يعني مجموعة تفادي النزول اللي مش يخوه اللولاني المرقب الخامسة اللي في مرتبة الخامسة عنده حوافز والمرتبة السادس عنده حوافز والمرتبة السابعة ما عندهوش حوافز مرتبة الثامنة يروح نهار ثمانية فيفري يعني رقم ثمانية يروح نهار ثمانية فيفري يعني جاءت بطبيعتها يعني ويدخل فيه عطلة يعني شوف معنى الوضع كيف شوله هذي من الناحية المقابلات متعاليوم على نتيجها متعاليوم يعني فهم مقابلات الاسبوع الجاية يعني ليس الاسبوع الجاية بعد غدوة اليوم احد نهار الاربعة يعني تقريب 72 ساعة اخرى مقابلات مصيرية بتاريخ متع جمعيات كده سمع نهار الاربعة يعني مقابلة فهم فريق اللي مش يخصر فيهم مش يتيح والاخر مش يكون في مجموعة تفادي النزول يعني حتى المقابلات هنتع اليوم مش تخلفلك مقابلات ريهانات هكبيرة برشا نهار الاربعة كيلك سواء باش تمنع مطيحش او باش تتعدى مجموعة التتويش او مش تلعب على نقاط الحوافز وهذه كلها ريهانات قاعدة تكبر في الضغط يعني وقاعد يعني تشحن في الاوضاع دين فصور ما نعرفوش عليها وقتين في مش تتكلموا فانا فانا ملعب احنا نقوله ان شاء الله ربي يقدر الخير وان شاء الله توفى مقابلات لكل يعني سلامات لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تصيرش المحظور واذا ايش نقول انا به سيري ذا يبدو لي تقريبا تو وصلنا المنعرج الاخير في رق ترعب من اجل تفادي النزول واشكال كبير حبينا ولا كرهنا فريق معناتها ينزل للرابطة الثانية من شهر فيفري تقريبا يلقى روحه في عطلة كراوية في رق اكيد تحاول تكون موجودة في مرحلة البليوف كما ندري اذي سفيقسي تقريبا بانتيجة الحالية يكون مراهن على تفادي النزول ويبقى ينتظر مصيره في الجولة الاخيرة في مباراته ضد هلال الشابة بصراحة هل تغيرت المعطيات وهل تغيرت الخارطة الجغرافية لكورة القدم التونسية في الفترة الاخيرة سيد حجم الضغط كبير كبير برشعة الانديا تقريبا معناها هالبطولة ذي بزوز مجموعات والوضع هدايا يخلي كل يعني تقريب برشة انديا ما يعرفوش على رواحهم حتى بالنتائج متاع اليوم معناها انديا نحو المجهول انديا اخرى ربما اذا كان نستثنيو الترجي الرياضي تونسي والنجم الرياضي الساحلي معناها كل في المجموعة الاولى كل النتائج وكل الفرق معنية باش تكون يعني باش تلعب خاصة تطوين والنادي البنزرتي اللي هو منهزم حاليا مع الملعب التونسي وضعيته ما زالت معناها مش كوك فات استنى الاخر جولة حمام سوسا اللي فايز حاليا لعنادي الرياضي سفيقسي ينجم يلعب البليوف في المجموعة الثانية كيف كيف يعني باستثناء تقريبا لا ما زالت كل الانديا معناها كان تقريبا باجا والاتحاد الرياضي المونسي 26 هو المقعد الرابع مزال بين النادي الافريقي ونجم المتلوي فقط تقريبا هذي هو والسقوط يبقى معني فيه معناها تقريبا اهم اربعة فرق مستقبل سليمان نجم المتلوي سيدي بوزيد ورجيش بيه يا ومجدي قلنا النادي سفيقسي احرز هدف التعادل في اللحظات هذي امام فريق امال حمام سوسا بعد ما تقدم بهدف محمد علي محمد امين تريتر في دقيقة 73 النادي الرياضي سفيقسي يتمكن من تعديل النتيجة في اللحظات هذي اكيد كما قلت سليذا تقريبا كل هدف بحسابه كل نقطة بحسابه كثرة الحكايات تاوة والحسابات كل فريق يحاول باش يأمن روحه بلغة الكورة وتفادى كل السيناريوات اللي غير محبثة الصراع على اشده معناها الصراع كبير برشا والمقابلات كلها هامة سواء بتاع اليوم ولا بتاع الجولة القادمة بعد تقريبا 48 ساعة مشكل التحكيم لهنا مش يبقى ما تروح لانه هاللغوطات هذي والنتائج هذي مش تخلفلك بطبيعة تخلفلك مشاكل كبيرة ربما كما شفنا في بعض المقابلات مهمني هذيك عليش لانه يزم يعني الحكام يكونوا يتعينوا بطريقة معناها مهمش محابات نبعدوا على الحسابات والمحابات والمشاكل اللي شفناها تقريبا في الجولات الأخيرة الرابط الوطني للتحكيم يزم تاخو مسؤوليتها كاملة وكان نتزم وكان نتزم الجولة الأخيرة يعني في انتظار سمحني سيريذات تثبت هنا في الموقع كوارجي تقريبا ما عنديش عندي مرحة ممسوسة ما زل متقدم لنيدرياضي السفيقسي في انتظار التأكيد متاع هدف التعادل لنيدرياضي السفيقسي سؤال جيل المخيلة متاعي مجدي نعرفه مش تلعب على تفادي النزول مش يصير الضغط تلعب من أجل انك تكون موجود في مرحلة البليوف كيف كيف ثم ضغط نزيدوهم النصق الماراتوني تقريبا اليوم لحد جولة نهار لربعة جولة تقريبا بعد ثلاث أيام تلعب زوز جولات يكون معناتها أنا فريق نلعب على تفادي النزول نلعب أحد وزيد نلعب أربعة معناتها الله يعين الملعبية الله يعين المدربين بنا مستوى فني مش نجمو نحكيه وبأنا وجه بجنظر في الزوز مقابلات ضغط انتيجة طلب معناتها الجماهير اللي أكيد تحاول بش كل فريق يحقق انتيجة إيجابية في كل مباراة وفي كل جولة كيفاش يتم التحذير معناتها في ظل الظروف هذية الصعيبة فريق يلعب زوز مقابلات فيه تقريبا أقل من أسبوع كيفاش النجمو نحكيه على الوضعية هذية سي مجدي وإلا سي شكري باللاك لأ أنا مش نقول على النجس فيقسي عدل في دقيقة 91 عن طريق ضربة جهازي سجلها أشرف الحباسي والتحاط تطويني عدل انتيجة في اللحظات هذه أمام الترجل تونسي 2 مقابل 2 بصراحة معناتها السيناريو يتشكوكي نذكروا الترجل كان متقدم 2 مقابل 0 ومستقبل السليماني يفتتح انتيجة أمام أولمبيكسي ديبوزيد وأكيد بش يصير التغيير في النتائج هذوما خاصة في أسفل الترتيب المجموعة الثانية أولمبيكسي ديبوزيد يصبح 9 نقاط ومستقبل الرجيش يصبح 7 نقاط على بعد نقطتين معناتها السلس في رق هذوما ويقعد الحسن في الجولة الأخيرة في صورة تواصل نفس النتائج وبالنسبة لمجموعة الأولى أكيد الأكثر أهمية هو صراع المنافسة على المركز الأول الترجي بعد ما قبل هدف التعادل يرجع للمرتبة الثانية ب28 نقطة على بعد نقطة من نجم رياضي السيحلي يرجع من جديد للصدارة ب29 نقطة لكن مزالت بعض الدقائق أكيد ممكن تتغير فيهم النتائج في الملاعب هذوما نذكر واحد واحد بين حمام سوسا والنادي سفيقس هذه الملاعب اللي تغيرت فيها النتائج في اللحظات هذه 2-2 بين اتحاد تطوين والترجي نفس انتيجة في 15 اكتوبر السيابية متأخر أمام البقلاوة 2 مقابل 1 0-0 بين الشابة واليتوال في المجموعة الثانية سليمان يفتتح انتيجة على أولمبيكسي ديبوزيد بن جردان متقدم على الاتحاد المنسيري في بن جنات 0-0 بين لوكليب ومستقبل الرجيش والنجم المتلوي متقدم على الأولمبي البيجي هدف مقابل سفر نرجع لك بسرعة مجدي بخصوص النقطة اللي كنت نحكي عليها علينا نسق الماراتوني للمقابلات وكيفية التعامل مع الضغط متاع النتائج وفي نفس الوقت تقريبا مقابلة بعد أكثر من 48 ساعة في ظرف معناتها 4-1-1-3 نلقاوزوز المقابلات ونتيجة متاحهم مؤثرة ومصيرية بالنسبة للفرق اللي تلعب من أجل تفادي النزول بالنسبة للأندي اللي تلعب على التتويج تلعب على البليوف نحكيه على الترجي النجم الساحلي اللي هذوما يعني موجودين ترشحوا للمحب البليوف هذوما مش بشلقهوا إشكالية أخوي السيد عليش هالخطر عندهم زيت بشري كبير برش مع عندهم شي مشاكل كبيرة ويمكن مش تلقى تطوين ولا حمام سوسة مش تلقى واحدة فيهم معهم في البليوف اللي هما ما هم شي معانيين بالبليوف اللي هبا في حد زيت وصولهم للبليوف هم تتويج اللي هما مش يزيد ويضروا البليوف هالخطر هما خرجين من اللعبة بس حيح كما الحلقة الأضعف هما الحلقة الأضعف هما ما عادش عندهم حتى الوبجيكتي في متاحهم إنهم منعهم الطيوح يعني مش يعطي فرصة للعبين الصغار مش تولي مقابلات شكلها ومش تدخل برشة ما نعرف احنا مش تصير برشة مشاكل مشاكل برشة في المقابلات متاع تفادي النزول احنا ذاكي نحكيه مقابلات تفادي النزول نحكيه على على سفيقس يعني موجودين سفيقس في الملعب التونسي بنزارة مثال وقلا في مجموعة الأخرى نحكيه على على سليمان ونحكيه على على سدي بوزيد ملتلوي متلاها اللي Sanders tidak أن يقتلش مشاكل كبيرة برشة اخد الرادم مشاكل كبيرة براشة مشاكل كبيرة برشة مشكل اللاعب التونسيذك أكثر مشكلة نحكيه عن البلان ناحكيه عن البلان مونتال اللاعب التونسي فرجل برشة يتمس يسر الجانب الذهني يرجع بالمضرة اللاعبين توا كلهم يعيشوا تحت الضغط يعني تلا تعدي ما تشبايي ما توليته ما باي تدخل في الشتك وتدخل في الشك وجمهور الوضعية متاع البطولة يا سيد به سمحني مجد مواصلين بش نحكيوا على وضعيت البطولة ووضعيت الفراق خاصة بعد نهاية المقابلات هذوما ونعمل قراءة في مختلف النتيج في الجولة هذية وحظوظ بقية الفرق في بقية المشوار قبل الجولة الأخيرة بشدور النهار لربعة نتركوا المجال لزمالينا من قسم الأخبار نجلة خليفة هاني في تقديم موجز الساعة الرابعة ونبعد نرجع ونكملوا مشوار